انقضى اليوم الأول منذ أعلن المبعوث الأممي لدى اليمن بدأ جولة جديدة من المشاورات برعاية أممية تهدف لإحلال السلام السلام الذي تعثر كثيرا وانتظره اليمنيون طويلا مشاورات ورغم حرص المجتمع الدولي الواضح على إنجاحها ومساعي بناء الثقة التي قادها مارتيني غريفث وتحضيراته لأشهر إلا أن ما خاوف إخفاقها كسابقاتها ما تزال حاضرة الأمر الذي يظهر في تباين آراء المواطنين حول ما يمكن أن تحقيقه المشاورات وإن شاء الله تكون هذه المفاوضة ناجحة أمل الشعب في الفريق المكون للعوار والجميع منتظر النتائج الطيبة بإذن الله إن شاء الله أن تجمع بين الفرقاء السياسيين وأن يغلبوا مصلحة الوطن ومصلحة المواطن على مصالحهم الشخصية وعلى الكراسي التي يتصارعون عليها الشعب هلكة ومل من هذا الصراع الذي لا ينتهي يعني فوق 22 مليون شخص يمني في حالة مقاعة فلا نريد إطارة الحروب لا نريد يفشر هذه المحادثات وفي الجهة المقابلة هناك كثيرون لا يرون في هذه المشاورات إلا فرصة للميليشيا لإلتقاط أنفاسها خاصة بعدما تكبدته من خسائر عسكرية في الساحل الغربي وتحديداً في الحديدة وهي ذاتها من أفشلت عقد جولة محادثات في جينيف كانت قد دعت إليها الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي ولم تذهب للسويد هذه المرة إلا بعد تعنت واشتراطات منها نقل خمسين جريحاً من مقاتليها عبر طائرة تابعة للأمم المتحدة إلى عمان بل أن وفد الميليشيا هذه المرة أيضاً كان سبباً لتأخير انطلاق المشاورات بعد حضور وفدهم بأعداد إضافية أكبر مما اتفق عليه وبين ما توحي به الأخبار القادمة من ستوك هولم وما يأمله اليمنيون تبقى حالة الترقب لما ستفضي إليه باعتبارها جولة حاسمة في مسار الأزمة وربما محطة آخرة تنهي معاناتهم